بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم تلاوة عطرة من القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوي إن هو إلا وحي يوحي علمه شديد القوي ذو مرة فاستوي وهو بالأفق الأعلي ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أو أدني فأوحي إلى عبده ما أوحي ما كذب الفؤاد مارئي أفتمرونه على ما يري وَلَقَدْ رِئِيهُ نَزْلَةً أُخْرِ عند سدرة المنتهي عندها جنة المأوي إذ يغش السدرة ما يغشي ما زاغ البصر وما طغي لقد رئي من آيات ربه الكبرى أفريتم اللات والعزي ومن آت الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثي تلك إذا قسمة طيزي إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدي أم للإنسان ما تمني فلله الآخرة والأولي وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضي إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثي وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولي عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدني ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدي ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفره هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون إمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقي أفريت الذي تولي وأعطي قليلا وأكدي أعنده علم الغيب فهو يري أم لم ينبأ بما في صحف موسي وإبراهيم الذي وفي ألا تزر وازرة وزر أخري وأن ليس للإنسان إلا ما سعي وأن سعيه سوف يري ثم يجزاه الجزاء الأوفي وأن إلى ربك المنتهي وأنه هو أضحك وأبكي وأنه هو أمات وأحيي وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثي من نطفة إذا تمني وأن عليه النشأة الأخري وأنه هو أغني وأقني وأنه هو رب الشعري وأنه أهلك عادن الأولي وثمودا فما أبقي وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغي والمؤتفك تأهوي فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتماري هذا نذير من النذر الأولي أزفت الآزفه ليس لها من دون الله كاشفه أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا